موسيقى نشرة اخر النهار من قناة المهرية نستهلها كالمعتاد بالعناوية موسيقى وزير النقل السابق يتهم رئيس الحكومة بمنح الامارات الموافقة لقصف الجيش موسيقى أعضاء في مجلس الشورى يطالبون الرئيس هادي بعدم الردوخ للضغوط الخارجية موسيقى الهيئة العامة للمصائد بسقطرة تطالب بحماية مياه الأرخبيل من اصطياد السفن الأجنبية موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نصلط الضوء فيها على أبرز التطورات في محافظة البلاد موسيقى 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 اهلا بكم اتهم وزير النقل المستقيل صالح الجبواني رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك بالموافقة على الضربة الجوية التي شنها طيران الامارات على قوات الجيش في منطقة العلم بمدخل العاصمة المؤقتة عدن واكد الجبواني في تصريح للمهرية ان ضابطا رفيعا في غرفة العمليات المشتركة للتحالف اكد ان الضربة الاماراتية تمت بعلم رئيس الوزراء وبعض المسؤولين وطالب الجبواني مجلس النواب بفتح تحقيق في مذبحة الجيش التي راح ضحيتها اكثر من ثلاثمائة ضابط وجندي كما طالب اليمنيين بالخروج ضد الحكومة التي تواطأت مع انقلابي عدن وسقطرة لصالح ميليشيا الامارات موسيقى 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 في سياق متصل قال وزير النقل المستقيل صالح الجبواني ان البرنامج السعودي الذي يقوم عليه السفير الجابر لم يقدم انجازات على الارض غير اللافتات احجار الاساس واتهم الجبواني في تصريحات للمهرية سفير السعودي بمحاولة الهيمنة ومصادرة القرار اليمني واللعب على اوتار المأساة الانسانية في البلاد مطالبا السعودية بفتح ملف حول ما يحدث في اليمن من فساد عبر برنامج الاعمار موسيقى في تطور وصف بالخطير شن وزير النقل المستقيل صالح الجبواني هجوما كبيرا على رئيس الحكومة معين عبد الملك متهما اياه باعطاء اذن للامارات بقصف قوات الجيش الوطني في العلم وتحوله الى مجرد اداة تستخدمها الامارات لتحقيق اجنداتها في البلاد نشاهد التفاصيل في هذا التقرير بعد نحو اكثر من عام على الحادثة تعود مجزرة العلم التي قضى فيها نحو 300 من جنود وضباط الجيش الوطني بقصف طيران الامارات الى الواجهة بعد كشف وزير النقل المستقيل صالح الجبواني عن ضلوع مسؤولين ينتمون للحكومة الشرعية في الجريمة رئيس الوزراء معين عبد الملك كان على رأس تلك القائمة التي اشار اليها الجبواني في معرض تصريحاته الاخيرة تهما اياه باعطاء اذن للامارات بقصف الجيش الوطني في اغسطس من العام 2019 في جريمة خلدها التاريخ كواحدة من ابشع الجرائم التي ارتكبتها الامارات بحق اليمنيين ووفق تصريحات الجبواني فقد قامت الامارات بدفع مبالغ مالية كبيرة لمسؤولين في الحكومة لتبريد تلك الضربة وهو ما تم بالفعل اذ اعقب القصف حينها نشر مزاعم كاذبة تتهم الجيش بالارهاب وانتمائه لداعش الجبواني عاد واكد في تصريحاته للمهرية ان علاقة الرئيس هادي بالامارات كانت مقطوعة تماما وهو ما جعل الاخيرة تستعين برئيس الوزراء الذي تربطه علاقة بابو ظبيه منذ ما قبل الحرب تصريحات الجبواني التي اثارت الكثير من الجدل في اوساط اليمنيين ما بين مؤيد ومعارض لم تستفز على ما يبدو حتى الان رئيس الحكومة للخروج واضح ما يجري للرأي العام وهما استدعى البعض للمطالبة بحالته الى القضاء وفتح تحقيق عاجل بخصوص تلك الاتهامات وبصرف النظر عن مدى حقيقة تصريحات الجبواني الا انها تشي بمرحلة جديدة من التشضي في الحكومة الشرعية التي لا تبدو اليوم في افضل حالاتها وهو ما سيزيد من تأقيد المشهد السياسي المضطرب اساسا بفعل سياسة التشطير التي انتهجها التحالف منذ قدومه الى اليمن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المحلل السياسي محمد الاحمدي مرحبا بك سيد محمد اذا تصريحات للجبواني والتهام لرئيس الحكومة باعطاء اذن للطيران الاماراتي بقصف قوات الجيش في منطقة العالم كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ مرحبا بك اخي العزيز والمشاهدين اود التوضيح فقط انني صحفي ومراقب بالشأن اليمني وفي الحقيقة ما يتعلق بموضوع التصريحات التي اطلقها وزير النقل السابق صالح الجبواني في حال ثبتت هذه الاتهامات فانها سابقة خطيرة جدا وان يكون هناك مسؤول في الحكومة الرجل الاول في السلطة التنفيذية للدولة اليمنية هو من يمنح الاذن لطيران دولة اخرى بقصف جيشه التي في الحقيقة السابقة انثبتت التهمة فهي خطيرة وفي كل الاحوال هناك مسؤولية في الحقيقة في كل الحالة حتى مع محاولات البعض والتشكيك في صحة هذه الاتهامات التي اطلقها الجبواني او انها تفعل الابتزاز او ما الى ذلك فعلى عاتق رئيس الوزراء معين عبد الملك مسؤولية باعتباره رئيسا للحكومة وتحت سلطته وزارة الدفاع وهذا الجيش الذي تعرض للقصف تابع لوزارة الدفاع وكان في مهمة انفاذ القانون لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة هناك من ميليشيا انقلابية استخدمت العنف وبدعم من الامارات كما نعرف واقصد تحدي المجلس الانتقالي والميليشيا التابعة له وكان الجيش على تخوم العاصمة المؤقتة عدن لاستعادة الدولة وباعتراف الحكومة نفسها التي يرأسها معين عبد الملك فما حدث في عدن حينها كان انقلابا على مؤسسات الدولة وبالتالي على عاتق رئيس الوزراء ان يسعى جديا لمتابعة اجراءات التحقيق اولا فتح ملف تحقيق حول هذه الاتهامات التي اطلقها الجبواني وفي نفس الوقت يفترض ان يكون هناك تحقيق في المجزرة التي مثلت صدمة كبيرة لدى اليمنيين بحق الجيش الوطني طيب سيد محمد بخصوص الدعوة للتحقيق سيد محمد الجبواني كان قد دعا للتحقيق في هذه القضية ودعا الى فتح تحقيق في هذه المذبحة التي راح ضحيتها اكثر من 300 جندي وضابط برأيك هل ستلاقي هذه الدعوة صدى؟ هذه في الحقيقة يفترض ان تكون يعني ان لا تنتظر الحكومة الشرعية دعوات كهذه لمباشرة التحقيق عليها ان تشرع كانت منذ تلك اللحظة باجراءات التحقيق فتح تحقيق وعلى مجلس النواب تحديدا ان يشكل لجنة للتحقيق في الحادثة وفي ملابسات طيب حاليا الجميع التزم الصمت سيد محمد حاليا الجميع التزم الصمت ماذا يعني اذا استمر هذا الصمت؟ اعتقد ان من حق اولياء الدم من حق اهالي الضحايا ان يكون لهم موقف اذا عاده المجزر المروعة وان يعملوا بمساندة الناشطين والمنظمات الحقوقية والاعلاميين واحرر العالم من اجل محاسبة الضالعين في تلك المجزر المروعة سواء كمسؤولين يمنيين اعطوا الاذن كما تقول الابتهامات للامارات بالقصف او ايضا حتى القادة الاماراتيين الذين اعطوا الاوامر والمنفذين لتلك المجزر المروعة بحق الجيش الوطني في كل الاحوال ايضا هناك مسؤولية على عاتق رئيس الوزراء معين عبد الملك بمتابعة اجراءات التحقيق على الاقل لابراء ساحته من هذه الاتهامات التي اطلقها صالح الجبواني بحقه وفي نفس الوقت ايضا العمل على جبر ضرر الضحايا وذوي الضحايا الجبر المادي والمعنوي وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة التي ارتكبت بحق الجيش الوطني سيد محمد في جانب اخر بخصوص تشكيل الحكومة ما رأيك او ما تدعيات هذه التصريحات على تشكيل الحكومة برأيك الحقيقة ان البعض كان يعزو هذه الاتهامات وتوقيتها الى الولادة المتعسرة للحكومة في الرياض وانها تأتي في سياق الضغط لعودة صالح الجبواني للتشكيل الحكومي لكن في كل الاحوال يجب ان لا تكون القبايا العادلة استاحى للمناكفات وليعني ان لا تكون دماء اليمنيين يعني مجرد ورقة ضغط لدى هذا الطرف او ذاك ما يتعلق بتشكيل الحكومة يبدو على يعني ان هناك اشكالية في اتفاق الرياض الشق الامن والعسكري هناك ضغط كما تقول معلومات على الحكومة وعلى الاسهاد للقبول بتشكيل الحكومة والاعلان عنها قبل تنفيذ الاتفاق الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض الذي يقضي بانسحاب القوات التابعة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا من عدم وعودت القوات الى سكوناتها التي كانت قبل احداث اغسطس العام الماضي تشكيل الحكومة في الحقيقة مطلب ملح بالنسبة للميمنيين وان لم يكونوا قد يعولون كثيرا الان للأسف الشديد بسبب ضياع معركتهم معركة الشرعية والتحالف ضد الانقلاب شمالا وتفريخ انقلابات جديدة في الجنوب وبالتالي لم يعود اليمنيون يعولون كثيرا في الحقيقة على هذه الحكومة اذا اليمنيين لم يعودوا يعولون على هذه الحكومة الصحفي محمد الاحمدي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك طلب عضو مجلس الشورى علي حسين البجيري الرئيس هادي بعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها قوى اقليمية ودولية عليه كما طلب البجيري في رسالة وجهها لرئيس هادي بعدم تسليم القرار اليمني لأي جهة وعدم التفريط في احرار اليمن المساندين للدولة ضد المتربصين بامنها وسيادتها واوضح البجيري بان الرئيس امام خيارين اما الرجوع الى الشعب ومكاشفته امام وسائل الاعلام او تقديم استقالته وترك الشعب يدافع عن وطنه في السياق ذاته طلب عضو مجلس الشورى الشيخ مقبل لكرش باعوضة زملائه بتحديد موقف واضح وصريح من الضغوط المتكررة التي تتعرض لها الشرعية وقيادتها وقال باعوضة في رسالة لاعضاء المجلس ان هناك عدة اطراف تسعى لازاحة القيادات الوطنية الفاعلة في قيادة الشرعية محذرا من استهداف الوزير جباري والوزير الجبواني والعمل على اقالة وزير الداخلية احمد الميسري دون مبرر مذكور وطالب عضو مجلس الشورى برفع مذكرة رسمية موقعة من اعضاء المجلس الى رئيس الجمهورية لمطالبته بالتمسك فيها ببعض الحقائب الوزارية وعدم التفريط بوزرائها ارضاءا لما وصفهم باطراف الانقلاب الى سقطرة حيث طالبت الهيئة العامة للمصائد السمكية بتفعيل دور الرقابة والتبتيش بالتنسيق مع الامن وحرس الشواطئ وخفر السواحل لحماية مياه الارخبيل من الاستياد العشوائي من قبل سفن اجنبية ودعت الهيئة في اجتماع لها الى سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي سفن او قوارب اجنبية كونها تقوم بالاستياد العشوائي بالقرب من الجزيرة وتتسبب في الاضرار بالقطاع السمكي في موسم الاستياد وطالب الاجتماع لئاسة الجمهورية والحكومة بتوفير المشتقات النفطية نظرا لتأثر القطاع السمكي بالتزامن مع بداية موسم الاستياد في المحافظة على الصعيد ذاته اتهم عدد من الصيادين بجزيرة سقطرة مؤسسة خليفة الاماراتية بتوفير غطاء للسفن والقوارب الاجنبية التي تقوم بالاستياد العشوائي في المياه اليمنية وقال صيادون في تصريحات للمهرية ان المؤسسة الاماراتية تمتلك شركة اسماك وتقوم بتهريب كميات كبيرة دون دفع اي عائدات او ضرائب خاصة بالدولة كونها لا تلتزم بالدخول والخروج عبر المنافذ البحرية في حلاف وقلنسية وكان وزير الثروة السماكية فهد كفاين اعلن في شهر سبتمبر المنصرم عن دخول اكثر من اربعين سفينة ايرانية للمياه اليمنية حول ارخبيل سقطرة على صعيد اخر منعت ميليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا القائمة باعمال مدير مطار سقطرة اياد يحيى مبارك من دخول المطار لموزاولة عمله واكد مصدر خاص للمهرية ان نقطة عسكرية تتبع ميليشيا الانتقالي الواقعة قرب بوابة مطار سقطرة منعت مبارك من الوصول لمقر عمله في المطار بامر من قائد ميليشيا الانتقالي عبدالله احمد وكانت ميليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا اختطفت المدير العام لميناء سقطرة رياض سعيد سليمان وقال مصدر محلي ان ميليشيا الانتقالي اختطفت سليمان في الميناء واقتادته الى احد السجون التابعة لها في المحافظة مؤكدا ان اسباب الاعتقال لا تزال مجهولة يشار الى ان مدير الميناء المختطف ابلغ الرئاسة والحكومة في سبتمبر الماضي بدخول سفينة اماراتية للميناء بطريقة مخالفة ودون اذن من السلطات الرسمية تجددت حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الانتقالي ضد مسؤولين محليين مناوئين للامارات في جزيرة سقطرة نشاهد التفاصيل رفض دخول سفينة اماراتية الى ميناء سقطرة فكان مصيره الاختطاف والتغييب هكذا فعلت ميليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات بحق مدير ميناء الارخبيل رياض سعيد سليمان حيث اكدت مصادر محلية ان ميليشيا الانتقالي اعتقلت مدير الميناء واقتادته الى احد السجون التابعة لها بالتزامن مع منع القائم باعمال مدير مطار الجزيرة اياد مبارك من مزاولة عمله لم يكن الاعتقال الاول الذي يتعرض له مدير ميناء سقطرة فقد سبق ان حاولت الميليشيا اعتقال الرجل ومنعته من مزاولة عمله ونصبت نقاطا امنية بالقرب من ميناء الجزيرة ناهيك عن طرد قوات خفر السواحل الحكومية لكن هذا الاعتقال تزامن هذه المرة مع تصاعد الخلافات بين الانتقال والسعودية ودعوات المجلس المدعوم من الامارات للتظاهر ضد القوات السعودية المتمركزة في الارخبيل كما ان حادثة الاعتقال هذه لم تكن الوحيدة فقد سبقتها جملة من الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين والمسؤولين المحليين المناوئين للامارات والرافضين لسياسة ميليشيات الانتقال القمعية في الجزيرة قال مدير شرطة السير في محافظة المهرة الملازم حسين المراني ان الحملة ضبطت اكثر من ستين درجة نارية واكد الملازم المراني ان الحملة حققت في ساعاتها الاولى انجازات كبيرة مشيدا بالاجهزة الامنية والعسكرية في ادائها وتنسيقها الكامل للحفاظ على امن واستقرار المحافظة لقيت حملة مصادرة الدراجات النارية في المهرة ردود فعل متباينة فبينما تبرر السلطة المحلية هذه الحملة بسبب تحول الدراجات النارية الى وسيلة مقلقة امنيا ومروريا يشكو ملاك هذه الدراجات من توقف مصدر دخلهم الوحيد نشاهد التقرير التحولت الدراجات النارية الى مصدر قلقا للسلطات الامنية والمواطنين بضل العشوائية السائدة مع غياب القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الوسائل التي تزايدت وانتشرت بشكل كبير وتزايدت معها الجرائم الامنية وحوادث السير المروعة اتخذت اللجنة الامنية هذا الغرار لما من شانه تطبيع حركة السير وتنظيمها ووقف حركة الدراجات التي تسببت في كثير من المشاكل في المحافظة بحكم كثرة تواجدها وعدم ترغيمها والعشوائية في استخدامها حملة امنية كبيرة بدأت السلطة الامنية في المهرة لمساطرة الدراجات النارية تنفيذا لقرار اللجنة الامنية في المحافظة بمنعة دراجات النارية نهائياً ووسط المخاوفة من تزايد استخدامها من قبل عناصر اجرامية خطيرة وكذا استخدامها من قبل العناصر الارهابية اليوم تم تنشي حملة منعة دراجات النارية وذلك لما تقتضيها المصلحة العامة ولماتقضيها المصلحة الامنية لان اغلب الحوادث التي توصل الى غرفة العمليات اغلب الحوادث المرورية هي حوادث الدراجات النارية وبهذا السبب تم منع الدراجة النارية بقرار من اللقنة الأمنية ممثلة بالشيخ محمد علي ياسر رئيس اللقنة الأمنية محافظة المحافظة نحن اليوم ننفذ توجهات مدير أمن المحافظة العميد مفتي سهير صمودة بحول حملة على الدراجة النارية التي باتت تشكل زحمة السير يلجأ الكثير من الشباب العاطل عن العمل لشراء دراجة النارية باعتبارها وسيلة سهلة غير أن البعض استغل هذه العشوائية لممارسات غير شرعية فضلا عن تهور بعض السائقين وعدم التزامها بقواعد السير ما يؤدي إلى حوادث سير مفزعة أجلهم داخل والمترة هذا هو الحجم الكبير أجلهم داخل دخلنا منا صح هذا الذي سببهم اغتيالات الذي سببهم أي شيء صح المترة الحجم الزغير بس انتنا اجد دخلتنا دخلنا هنا حجم كبير نظام نظام سيارة إذا عملنا أي مخالفة دخلتنا نظام سيارة ويجي هنا يجي دخلتنا هنا وانتنا الصالبين الله ما بين قرار المنع النهائي لاستخدام الدراجات النارية في محافظة المهرة وحاجة الكثير من الشباب والعاطرين عن العمل بفرص بواسطة وسيلة النقل هذا تبرز الحاجة المرحة إلى إيجاد معالجات كانونية ميائمة بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وعدم الإضرار بأصحاب هذه الدراجات المساطرات النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل قوات عسكرية تابعة للحكومة تتحرك باتجاه قطاع جنة هنت النفطي في محافظة شبوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضعت إدارة شرطة السير بالمهرة نقطة مرورية مؤقتة لمراقبة وتنظيم حركة السير في خط الموت بمدينة الغيظة لتفادي الحوادث المتكررة التي يشهدها هذا الطريق السريع استجابة لما نشرته قناة المهرية وأكد مدير شرطة السير بمديرية الغيظة الملازم حسين المراني بأنه تم وضع النقطة للحد من الحوادث المرورية المتكررة وأشار أن النقطة ستستمر حتى توسعة الخط لتسهيل حركة السير منعا لتكرار الحوادث المرورية وأضف أن النتائج كانت إيجابية ولم يسجل أي حادث منذ وضع نقطة المراقبة استجابة لما نشرته قناة المهرية على هذا العمل واستجابة للمحافظ ولمدير الأمن على خط الموت من أقل تعمين السير والعمل على حماية رواح الناس والالتزام بالضوابط والإرشادات لصالح المواطن من جانبه قال مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرى محمد أحمد عوشن أن الصندوق يبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين مدينة الغيظة عاصمة المحافظة وأكد في تصريح للمهرية أن الصندوق يعمل بشكل سنوي على زيادة رواتب عمال النظافة بالمحافظة ودع المواطنين في مدينة الغيظة إلى التعاون مع عمال النظافة ومساعدتهم في عملهم وتجنب النظر إليهم بدونية باعتبارهم الشريحة التي تستحق التكريم كل ما ندعوه من المواطنين أن لا ينظر إلى عامل النظافة نظرة دونية لأن البعض ينظرون أنت عامل أنت دي يعني ما يصبح أنهم أساس النظافة وهم الركيزة التي نعتمد عليها في نظافة المحافظة التقى الرئيس عبدرب منصور هادي بهيئة مستشاريه ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية وقال هادي إن الوضع الذي يمر فيه اليمن صعب وإن المرحلة حرجة وتحتاج تعاطي الجميع بمسؤولية كبيرة لتجاوز كل التحديات مشيرا إلى وضع تصور لأولويات الحكومة المقبلة والتركيز على تقسيم عادل للحقائب الوزارية في سياق متصل أكد الرئيس عبدرب منصور هادي دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون وبحث هادي خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك وهيئة رئاسة البرلمان نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثلها في الحكومة وخطوات تسريع اتفاق الرياض قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها وثقت الفا وثلاثا وتسعين حالة انتهاك رد الصحفيين في اليمن منذ اندلاع الحرب سنة الفين وخمسة عشر وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات بحق العاملين في حقل الإعلام وأنشطة المجتمع المدني وأشار البيان إلى أن النزوح الإجباري للصحفيين اليمنيين داخليا وخارجيا ما زال يشكل انتهاكا مستمرا خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة وانعدام فرص العمل كما دعت المنظمة إلى مساءلة منتهك حقوق الصحفيين في اليمن وقالت المنظمة في البيان إن غياب المساءلة وعدم احترام القوانين المحلية والمعاهدات الدولية شجع أطراف القتال في اليمن لارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بحق الصحفيين تحركت قوات عسكرية تابعة للحكومة الشرعية من محور عتق لتأمين قطاع جنة هنت النفطي في محافظة شبوة وقال مراسل المهرية إن القوة العسكرية تحركت عقب استحداثات قامت بها عناصر قبالية بالقرب من الموقع في مديرية بيحان بالمحافظة يأتي هذا بالتزامن مع أنباء عن اعتزام السلطة المحلية في شبوة إعادة افتتاح قطاعات نفطية بالمحافظة بعد انقطاع استمر لسنوات جراء الحرب في سياق آخر وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بإعادة تأهيل مباني الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة وأكد بن عديو خلال لقاء جمعه بنائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري أكد على الاهتمام بتعزيز القدرات الفنية لمركز المعلومات وتمكينه من القيام بوظائفه في خدمة موظفي الدولة ومحاربة الازدواج الوظيفي بالمحافظة افتتحت كلية التربية النوعية بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة عامها الدراسية الأول بقسمين لغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب في بادرة تعليمية هي الأولى الأولى التي تشهدها المدينة وأكد رئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن المطري في كلمة الافتتاح أن تأسيس الكلية تمخض عن تضافر جهود فردية تلبية لمطالب الشباب والمواطنين خاصة بعد عزل أبناء الخوخة عن مدينة الحديدة جراء المعارك وأشار المطري أن موازنة الكلية لا تزال صفرية حتى اللحظة وطالب الحكومة الشرعية بتخصيص موازنة معتمدة لضمان استمرار العملية الأكاديمية داخل المناطق المحررة في محافظة الحديدة الجامعة التسعى لتأهيل كوادر المجتمع في التخصص المختلفة لتنمية التنمية المستدامة لكافة مجالات الحياة الصعوبات تتمثل في عدم وجود البنية التحتية لظروف البلد وإضافة إلى أن المنطقة فيها شحة وعجز حتى في فرص التعليم الأساسي وأنتم تشاهدون الآن المدرسة وأن الكادر التدريسي غير متوفر بشكل كامل فكان لابد أن تنشأ كلية التربية النوعية في إيجاد الكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة مجتمعيا انتهت نشرتنا بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني المهرى دوت نت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة